السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أحلام بشارككم اليوم تقربة دي في الكنافة بتمنى الطريقة تعجبكم إن شاء الله باستنى أراكم بالتعليقات وما تنسوش تضعطوا على لايك وذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ويلا نشوفوا الطريقة في البداية بيكون في معايا بكتين من الكنافة كل باكت بوزن 200 جرام يعني الاثنين بوزن 400 جرام بحطهم في بولة كبيرة وبفكفكهم كده بيدي يعني بفتفت الكنافة حاب أقول لكم على ملاحظة إنه هذه الكنافة لازم تنحفظ بالفريزر يأما تشتروها من المحل وتستخدموها على طول يأما تحتفظوا فيها بالفريزر وإلا بتعفن إذا حطتوها بالفريزر هي بتكون متجمدة وعلى طول بتتكسر باليد بكمل أنا أكسرها وفتفتها وبعدين بحط عليها ربع كوب من السكر البودر بنخلو زي ما شايفين وبقلبو مع الكنافة يعني تمام بقلب كويس لما يختفي السكر تماما بيكون في معايا كوب من السمن أنا بسوي الكوب من السمن ناقص شوية بكمل عليه بزيت وبسيهم جرد بس إنه يسيح خلاص بحطه على الكنافة وبقلب كويس يعني بخلي كل الكنافة تتغطى بالسمن وبعدين بقيب صينية مقاش 28 بحط عليها ملاقة سمن وملاقة زيت ممكن حتى سمن بس وبدهونها بالشكل اللي شايفينه يعني لازم تكون مدخنة كويس عشان بالأخير تنقلب الطبقة الأولى بحط أكثر بالنصف كمية الكنافة بوزعها بالشكل اللي شايفينه وطبعا الشرح بعين بالفيديو أكثر من الكلام الآن بضغط بيدي كويس وبقلب مشمع وصينية أصغر وبضغط على الكنافة وبكرر الخطوة هذه أكثر من مرة أهم شيء إنه تنضغط طبقة الكنافة كويس بعد كذا بحط طبقة من المكسرات أنا استخدمت الفول السوداني استخدموا المكسرات اللي حابينها بضغط عليها بنفس الطريقة بالمشمع والصينية بعدين بوزع الطبقة الأخيرة من الكنافة بوزعها بشكل متساوي عشان ما يكون مكان أكثر من مكان وتقوم بنفس المستوى وبعد كذا بضغط بيدي وأكرر نفس الخطوة بالضغط باستخدام السفراء والصينية الأصغر بعدين بدهن هكذا من السطح بشوية سمن وبيكون معايا الفرن الساخن بدخلها الفرن لما أشوفها كذا بدأت تشقر من الأطراف والأطراف بدأت تفصل عن الصحن بطفي تحت وشغل فوق وبتاخذ هذا اللون الحلو من فوق نفس اللون اللي تحت الآن باقلبها بحط صحن أكبر على الصينية وباقلب الصينية بكل سهولة بتنقلب وما بيحصل لهاش أي شيء هذا شكلها وهي مقلوبة الآن بصب عليها الشيرة طبعا الشيرة حضرتها معكم من قبل بحط لكم الرابط في صندوق الوصف الشيرة الثقيلة يا بنات بتخلي الكنافة مقرمشة وحلوة لأطول وقت ممكن غير لما تكون الشيرة خفيفة فاللي يحبوا الكنافة رطبة يستخدموا الشيرة الأخف من كذا والآن بعد ما وزعت الشيرة على الكنافة بخليها تبرد تماما ويجي وقت التقطيع تتقطع بسهولة وطعمها موصف لكمش لازم تقربوا الطريقة بس أنا أرأكم بالتعليقات وما تنسوش تضغطوا على لايك وإذا كنتم أول مرة تشوفوني اشتركوا بالقناة ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة